جيمي لأن الوقت يضاهمنا وليس أنا عارف إنه عامل كده كل حالة الوقت يضاهمنا قبل ما أتكلم بمهد بس عشان عايزة أخد رأيك بشكل عام عن المبارات نهار أهل دخل المطش متأخر جدا 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 تغييرة واحدة في القوام بتاع خط النص أبقت خط الوسط انسجامه تماما راهن كول الرهان على الحالة اللي كان عليها الثلاثي في مبارات البلدية تحديدا نفس الثلاثة اللي بدأوا مبارات النهاردة عامل السولية وإمام عشور وكريم ندفد ما ظهروش بالشكل المفروض يظهروا عليه الأهل افتقد تماما للربط الأهل افتقد تماما للعيب اللي بيقدر يعمل عملية الضغط ويقطع الكرة كان فيه تداخل في الأدوار كبير جدا جدا ما بين الثلاثي لأن الثلاثة لما كانوا بيرجعوا رجدة في الحالات بعد شوية الثلاثة لما كانوا بيرجعوا كانوا بيقفوا فلات فكان المسافات بينهم كانت كبيرة جدا ما فيش تنصيق حتى الأطراب بتاعت النادي الأهل تحديدا الجابها لما كانت فيها مشكلة كبيرة جابت النادي الأهل يمين الشمال بتاعت نادي الزمالك في النحاء الثانية الجميز تحلى مش أقول واقعية لأنه خاطر في بداية المباراة بأنه دفع بعضها كبير جدا من اللي بي توسط الملعب وقدروا أنه يطور ده في بصمة الجميز على النادي الزمالك لكن نهاية الزمالك لسه محتاج شغل كتير جدا على صعيد قائمة الفريق على صعيد الشكة على صعيد تطوير الاستحواز ده لأهداف وفوز